فروج عظيم لملايين المصريين من خمس سنوات مع بزوغ شمس 30 يونيو 2013 سهمت الملايين من المصريين في صنع التاريخ الإنساني للحرية ومقاومة الاستبداد الظلامي وانتصروا لهويتهم ولثقافتهم الوطنية وعقدت الملايين من المصريين العزم على الاستمرار في الرسالة الحضرية تحت علم مصر وتحت مظلة الهوية الوطنية المصرية في 30 يونيو خابت كل الظنون اللي كانت بتحلم بفوضى تكتاح مصر وتدمر مصر لكن إرادة الشعب المصري استطاعت أن تنتصر الشعب اللي أصبحت حرفة من حرفه صناعة النصر في الأوقات الدقيقة والمصرية بنحتفل كلنا بالذكرى الخمسة ل30 من يونيو 30 يونيو اللي أعادت فاعلية مصر في المحيط الإقليمي والمحيط العالمي أيضا المصريون استطاعوا أن يحددوا بصلة مستقبلهم وقرروا أنهم ماضون نحو البناء ونحو التعمير واستعادة هيبة الدولة واستعادت أيضا وعيهم وفقتهم انطلق المصريون في 30 يونيو 2013 ليشقوا طريق الحرية وليعمروا الأرض قالوا للعالم كله أن رؤوسهم لن تنحني أبدا نقطة فاصلة وفارقة في تاريخ الوطن نقطة فاصلة أكدت أنها انتصار ضد الزيف والوعود الزائفة وأنها هزيمة لمحاولات غسل العقول لم يكن النجاح فقط على أرض مصر الوحدها ولكن استطاعت ثورة 30 يونيو أنها تنشر أفكارها في المحيط العربي وكانت صفعة لكل من خولت له نفسه أنه من الممكن أن يسيطر على مصر وأن يغسل الأدمغة والعقول واستعاد المصريون في 30 يونيو الوطن من طيور الظلام في هذه الذكرى 30 يونيو كانت هناك كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهنئ بها الشعب المصري في هذه الذكرى والحقيقة أنه أيضا تطرق إلى نقاط هامة خاصة باقتصاد الوطن واقتصاد الوطن في مرحلة ما قبل 30 يونيو وما بعد 30 يونيو وكذلك دور المصريين في تاريخ الوطن وعمر الوطن حينما خرجوا لكافة الميادين الرئيسية حينما طافوا شوارع القاهرة وكافة المحافظات ورفعوا راية الحرية